من جانبها أكدت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعادية والأمراض البطنية في مجمع السلمانية الطبي أن التطعيمات بمختلف أنواعها توفر حماية من فيروس كورونا والسلالات المتحورة مشيرة إلى أن الهدف من التطعيم هو الوصول إلى المناعة المجتمعية التطعيمات بمختلف أنواعها الموجودة في مملكة البحرين والتي أثبتت فعاليتها ومؤمونيتها أنها تساهم في تقليل هذه الإصابات وتساهم في تكوين المناعة اللازمة حيث أثبتت طبعاً الحصائيات الرسمية والتي تفضل بها أخي الدكتور منافو والتي عرضت أيضاً سابقاً أنها تقلل من نشف الإصابة بين الأفراد هذه نقطة واحدة جداً مهمة والنقطة الثانية حتى في حالة الإصابة تكون معظم هذه الأعراض بسيطة وما تتحول للحالات المتوسطة والشديدة فالهدف هو من التطعيم الوصول مثل ما تفضلنا وذكرنا سابقاً إلى المناعة المجتمعية لأن أهم شيء هو صحة الجميع لأنه هي أولوية قصوى لنا جميعاً ويجب أن نعمل عليها معاً للوصول إلى هذه المناعة ونحذر من عدم الالتزام بالإجراءات بعد أخذ التطعيم مثل ما ذكرنا سابقاً طبعاً أخذ التطعيم الجرعتين وبعدها بـ 14 يوم تتبدي تكون عندنا نسبة كافية من الأجسام المضادة بس هي لا تتوقف على شخص واحد ولكن على أن معظم السكان معظم الموجودين في المجتمع واللي هي نسبة أكثر من 70% يكونوا حصلوا على التطعيم ومر عليهم أكثر من أسبوعين حتى نبدأ نشوف استجابة لهذه التطعيمات وتقليل في عدد الحالات اشتركوا في القناة